طردوا من منازلهم منذ تسع سنوات يصارعون الجوع والمرضى والخوف من مستقبل مجهول ليس بينهم وبين حر الصيف أو برد الشتاء سوى خيم مهترئة هذه هي قصة مهجري مخيم بزيبز في ناحية العامرية بمحافظة الأنبار مهجروا منطقتين جرف الصخر والعواسات تحدثوا من جديد عن معاناتهم المركبة داخل مخيم أشبه بالسجن في العراء مطالباتهم بإعادتهم إلى منازلهم لم تتوقف منذ سنوات إلا أن المسؤولين الحكوميين لا يزالوا متجاهلين صرخات المظلومين صارنا تسع سنوات جاعدين بخيمة والله وكيلكم بالبرد يعني برد ما حد يتوقعه وبالصيف حر يعني ما حد يتوقعه عندنا أطفال ماتت من الحر وبالبرد ماتوا من البرد وعندنا أطفال بطلوا من المدارس هنا نازحين جرف الصخر جنابين وعواساته والمعانات نفس الشي صارنا تسع سنين مخيمات في زيبز هنا أنا أجدك الناس الطيبين والناس الخيريين يصدون علينا أولين العالم مقبلين على شته قذائية ما أخو ملابس ما أخو الوضعية تعبانة يعني طلاب تريد تروح أدنى ولد جهال تريد تروح لمدرسة تعال بابا جيب لنا ملابس تجيب فارق منين أجيب له استمرار ذهاب الأطفال إلى المدارس أصبح من الماضي بسبب ترد الوضع المالي لذويهم وعدم وجود أي دعم حكومي لهم استمرار وجود مهجري جرف الصخر والعواسات في مقيم بزيبز يوضح زيف تصريحات المسؤولين بعودة جميع المهجرين إلى مناطقهم حيث ما زالوا يقبعون في المخيم ويعانون من انعدام كل أشكال الدعم كما أن مناطقهم لم يتم تعميرها حتى اليوم حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر